وجهت سيدة انتصار أسيسي قرينة رئيس الجمهورية تحية لرجال الشرطة وأمهات الشهداء وذلك بمناسبة الذكرى الوحادية والسبعين لعيد الشرطة وخلال تدوينة لها على حسبها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أكدت قرينة رئيس أن هنا نستلهم من ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة أسمى معاني العزة والفخر والشجاعة مشيرة إلى أن أبطال الشرطة قدموا عبر التاريخ أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن مصر واستقرارها